السلام عليكم يا احلام وتابعين في الدنيا رب تكونوا بخير انا عندي دي عباية قديمة حبيت كده ان انا اعمل منها فستان كل اللي عملته ان انا جبت فستان قديم وهي علمت بالمركر كده زي ما تم شايفين بعد كده هقص مزبوط بنفس المقاس بالزبط بتاع الفستان كده قصيت الفستان فيه كده نازل على واسع يعني من ديق لفوق ونازل على واسع جدا فابدأ كده ان انا ازبطه ومعايا خطوة بخطوة بعد القص كده اول شي بعملها ان انا بدني الجزء بتاع الرقب الخلفية من ورا وبعد كده بخيات الجناف بعض هنبدأ مع بعض كده اول حاجة بنعملها ان احنا بعد ما بنقفل الجنب بنعمل الجنبين من فوق دول كتاف يعني الكتفين من فوق بخياتهم الاول وبعد كده بيبقوا الجنبين الكبار اهم شي ان انا اقفل كويس الكتاف علشان خاطر ما تفتحش معايا كده احنا ما عندناش اوف زي ما انتم شايفين نفس الكلام كده هعمله في الكتف التاني معايا وبرجع هعمل فرماتونة كده بحيس انها ترجع معايا للخياطة تتعايد عليها علشان ما تتقطعش مني او تتفرتق في اي وقت لازم عايد عليها كده مرة واثنين وتلاتة لغاية لما تأكد انها قوية بعد كده هبدأ بقى ان انا ازبط التانيات بتاعة الكتف بدني تانية واحدة بس كده علشان التشتيب بتاعي يكون مزبوط فمش محتاج ان انا بقى اعمل سجاف ليها او قطعة مسلا قماش واعملها الجوة لأ هو مجرد تانية بسيطة كده بتني تانية خفيفة كمان رفاية واي زيادة بعد كده هشيلها بالمقص عشان يكون تشتيبها تمام مزبوط معي انا كده خلاص اهو بخاية الجزء التاني من الكتف التاني والسوة التانية بسيطة الصغيرة خالص ازاي برضه هوريكم الشكل بتاعها بيبقى عامل ازاي في الفنش. اهم شي تتنوها على رفيع جدا بحيس انك تشيله ازاي ده تبعت القماش فمتكونش عاملة تنسيل. مصروا شكلها عامل ازاي? بعد كده بقى حطي الدبابيس علشان اقفل الجناب بتاعتي معي. طبعا الدبابيس دي زي ما قلت لكم قبل كده بتزبط معي عشان خاطر القماش. كده التانية تحت منها تانية علشان خاطر طبعا انا ما عنديش مكانة اوفر. فبعمل احتياطي ان الشغل يطلع مزبوط بالزبط زي الجاز وما يفرتقش في اي وقت. كده خلاص الجزء اللي تحت ده مفروض ان انا بقى قدنيه. طبعا ده عشان الفستان نزل على واسع فهيورور لو انتو تانيتو تانية واحدة من غير اوفر. فكل اللي انا هحتاجه ان انا هجيب من الاعابية دي ات هاخد اتمام بنفس الطريقة اللي هي بتاعت الصرمة ديت وهي اعملها كنار من تحت. خلاص يعني اهم شي ان انا افنش الشغل بتاعي يطلع مزبوط. هشيل بقى كل الدبابيس اللي انا كنت ندبس بها دي وازبط بتاعي معي عشان يطلع معي مزبوط. كده خلصت الجناب بتاعتي معي. هكويها بقى كوية كده كويسة. انا كل ده لسه مشتغلتش في الجزء بتاع الفستان من تحت. اللي هو التانية. بس اهم شيء عندي ان انا بكوي كده الفستان كله. حتى المكان اللي خيطه بتاع الكتاف والكلام ده كله. لمجرد ما بيه كوي بيبقى مزبوط معي. اجي بقى كده للجزء اللي جبت لك نار من تحت من بقية العباية. هبدأ كده ان انا اخيطها سنة سنة كده مع بعض. وبعد كده بعد اما هخيطها كويسة اتأكد ان انا هتاخدها دور مكانة تاني تأكيد. وبعد كده هقلبها الناحية التانية. كده قلبتها وباخدها دور تفتيح كده علشان تكون كلها قطعة واحدة ما يبانش انها جزء وكان متركب. بصوش شكلها النهائي حلو ازاي. اتمنى انها تكون عجبتكم. تبخلوش عليها بقى باللايك والشير والسبسكرايب. بصوه من عباية قديمة عملنا فستان شكله حلو جدا. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم. ما تبخلوش عليها.